بسم الله الرحمن الرحيم. اه هنفذي اه الايدنتفكيشن وان. اه يعني ايه كلمة ايدنتفكيشن? هي عبارة عن و هناخد الوزق الاولاني فيه اللي هي اه 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 بحفر مسلا تحت بيت وفجأة في حتة ارض وفجأة لقيت مجموعة من العطل فانا بقول لنفسي هي العظم ده هسأ نفسي تسعة سئلة منهم اه اه العظم ده بتاع اه هيومن ولا الانيمن طب بتاع هيومن يقص واحد او اكتر اه السكس بتاعه ايه الايج بتاعه ايه اه زي السكال او البلبس هنقول لي بتاع هيومن لكن لو جزء صغير من العظم ده لقيته فانا بعمل اه حاجة اسمها بريسيبينتست بريسيبينتست فاكرته ان هو بيحدد ان الارجن بتاع البروتين اللي في العظم او في السلايفا اللي بلاقيها او في البلد او في السلايفا هو عبارة عن انتجين انتبودي راكشن اه ويحدد الارجن او ده هيومن ولا لا وده هنهض بالتفصيل في البلد السؤال التاني هتقص واحد ولا اكتر فقلنا ان هو لو في اتنين رايت وهيومن راسيب الفاردين لو في اه ديفرنت تكون اتجي يعني كزا صعيز بمعانا كده الافتر من شخص نبتدي بقى اه النقطة التالتة اللي هي ايدنفكيشن اتسيكس هنشوفكم خلال اربعة وناخد الجزء الاولاني اه الفرق بين الميل والفيميل فرد قالك ان الميل هي بالزبط رفيعة وطويلة والبودي بتاعها البودي سيفس بتاعها فيه رافنس وان البودي اس مور دان دابل اوف نبرا مستر ناي اما الفيميل هي قصيرة وطخينة والبون ملمس وقنعم والبودي اس ليه زين دابل اوف نبرا مستر ناي نوصي كده ادي الميل زي ما قلنا ودي الفيميل الميل عبارة عن في رافنس المسل اتاجمنت واللومي اما الفيميل شورت وبرود وفيه سموسنس المسل اتاجمنت البودي هنا is more than double of Nubra Mr.9 أما البودي هنا is less than double of Nubra Mr.9 رقم 2 نفس القصة بعض وهنا اللي استرنا من ميل وفين رقم 2 الفرق بين الميل وفين من خلال اللي هي اللي هي تقسم بين الحاجبين اللي هي اللي هي البون الأعلى العين ونبدأل نشوف ده بالنسبة للميل الفرانتال ديب أنجولار السوبرا أربطل أو السوبرا سيلياري مرجن الفرانتال والبرايتال المستويل أما اللي هم اللي حوالين الفرام المغنم ده بالمقارنة ده بالمقارنة اللي هي الفرانتال جونكشون أقل آآ لها أن كل ما يوسع الحوض الانلت والأوتلت هيبقى في ميل وكل ما يده يقول ان احنا احتاجنا لحمل والولادة أما الميل فهو دي بونارو يبقى كل الحوض اللي هو عبارة عن التهب ونو من البات السكرم كله مع بعض هو من في الميل دي بونارو لكن شاله واي في الفيميل سب يبقى آآ آآ اللي هو مخرج الحوض الاوتلت بتاع البلبس انفرتد دي شيء فهيبقى دايق غير انفرتد دي شيء اللي في الفيميل عشان الاوتلت يبقى وايسا الاوتلت الاوتلت بتبقى الاوتلت يعني مقاواصة اكبر اللي بنازم في تعمل دايرة صغيرة وخطر الدايرة صغيرة فيبقى احنا مش محتاجينه في الميل لكن نسا ارشد في الفيميل آآ ده من نسا للإنك والاوتلت بتاع البلبس في الميل لونج و نارو اما في الفيميل شورت و سكوير الاوتلتنية اللاين اللي هو المسل بيوفيها سموس في الفيميل آآ اما في الإنكتران اللاين بيبقى في الميل شارف الاستابلن بيبقى ديب و وايسا ليل لكن شالو في الفيميل آآ الجريتر سايتك نوتش بيبقى ديب و نارو في الميل اما وايسا لو بو شالو في الفيميل اوبتيوريتر فارامل بيبقى أوفل ميل و تريانجولر في ميل و هنشوف آآ شكل العام هنا بالنسبة للميل اللي يبقى زي ما احنا قلنا اللي هو واضح المقارنة بالمقارنة للفيميل في الميل والفيميل احنا هيهمنا الانت والاوتلت واسع في الفيميل عشان الولادة اما الميل موجودة هو الفرق ما بين الفرق ما بين الفرق الفرق انجل هنا السخر اللي هي بتوصل قدام السخر سخر البرتبرا اما الفيميل بتوصل قدام السكن سخر البرتبرا ورسكب وشورط وبرو بتاع اتش من خلال متاع السكس من خلال الاربع بول سكرم سترنم سكرم سترنم سكل اند اند هيت بول اكي نجي هنبتدي رقم فور اللي هي ونقسمها الاربع ايتم اسم اما بحيث اماكن الشهر اند و وهنا نستحق رقم A.Skull. والSkull تحتها 5 ايتم. ان هو انا هشوف في السكال الديمينشن بتاعته. الفنتانين الماندبل آآ سيوتشور اند فيس. يبقى انا عندي خمسة ايتم في السكال. ديمينشن فنتانين الماندبل آآ سيوتشور اند فيس. طيب الديمينشن والله لو لقيت في السكال الهدس بتاعتها الهدس الكمفرنس بتاعتها 3-20 في الريدس. آآ في اللينس خمسة في الريدس آآ اربعة انش. بقول ان ده سكال فول تانين. فنتانين. معروف ان البيبي اول ما يتولد بستير فنتانين خلوز ان فول تانين. انتير فنتانين دي دانه مفتوق من سنة ونص السنتين. طيب الماندبل حجمه يبقى وبتيوز و اه سمول سايز. وفي ملك تيت. طيب يبقى طيب لو right angle with permanent entities يبقى اضل. ويردع تاني choose angle with attrition mark يعني ايه? attrition mark. attrition mark اللي هي سكتس بقدر بالشيط السنة بيقى فيه مكانها سكتس و بعد كده بيتحول لحاجة اسمها red sheet اللي هي attrition absorption of access point. طيبقى ايه? attrition mark. تمام? آآ بعد كده طيب الرقم اربعة احنا قبل ما نشوف نشوفه الصورة الاول اللي هي دي يعني ايه? industrial fontanel close and foot term. والانتيل fontanel still open. بريزة بتاعت بحوالي سبعين ونصف. two fingers and half. ده عبارة عن الانتيل fontanel بيقفل من سنة ونصف سنتين. نتكلم على رقم آآ آآ نتكلم على رقم آآ 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 آ� تقسيط فرده مأفول. والانتروف اللي كورونا سيسا ده مخلوق الدفوق الخمسة رشين وتحت الاردين. طيب رقم خمسة احنا ما تقلم في ايه? تقلم في ازاي ان انا اتعرف على ستن وخلال اربعة ايضن منهم المسكال والمسكال تحتيها خمسة ايضن اللي هم عبارة عن نفتكر كده مع بعض اللي هي عبارة عن ايه? واحد اتنين تحت امتنين تلاتة السويتشا اربعة المانتبل وخمسة تيس. فرد بقى ايه? لا ده فيه فرق بين الاسنان اللبانية والبرمنان في الاسنان الدائمة. الملك تيس هي عددها عشرين. اما البرمنان تيس هي عددها اثنين وثباتين. هنعرف بقى في السلايدر اللي بعدها الايه? الاربشة دي. يعني المعاد بتاعها واسميهم. مباقيا كده هنقسم التيس دي اه فق علوه وفق صفتي ومنخط الميديان هيتقسم بشمال وينيوم. يبقى هناخد جزء منها كده. تعالى نعدي كده بالنسبة للملك تيس. ادي سيلنا. سنترال اسايزور. لاترال انسايزور. هي الشهور اللي بالمنصص. في سنترال. بعدها لاترال. بعدها القانين الناب. وبعدها فرسة مولر وساكن دي مولر. حد يبقى اربع اتجاهات يبقى 20. طب النحية التانية البرمنونت سنترال انسايزور. لاترال انسايزور. كا ناين. فرسة تري مولر. ساكند تري مولر. فرسة مولر. ساكند مولر. ساكند مولر. ساكند مولر. ساكند مولر. الملك تيس بتطلع بالشهور. نمشيها. اول سنترال انسايزور بتطلع عند 6 شهور. لاترال انسايزور بتطلع عند 9 شهور. القانين بتطلع عند 18 شهور. والفرسة مولر 12. وضعفها الساكند مولر. طيب اما البرمنونت تيس. عددها كان 8 في الصفة. فالا 4 اتجاهات يبقى 32 سنة. السن بتاع القربشان بتاعهم سنترال انسايزور 7 سنين. لاترال انسايزور 8 سنين. 11 قانين. 9 فارست بيمولر. 10 ساكند مولر. 6 فارست مولر. ده فهة 18. ساكند مولر. ويس دون تيس. ده وايه درس العام. طب ايه الاهمية الطبية الشرعية. ايه الاهمية الطبية الشرعية من السنين. يعني ايه اللي يهمني ان انا اعرف السنين. رقم واحد ان انا اعرف سنة الطفلة ده. رقم اثنين. في الحوادث والحاجات اللي هي الديزاستر. يبقى كل واحد ده طبية سنين معينة طبعا في امريكا مش ده. وفيه ده طبية سنين في تعرف منها الشخص ده مين. اثنين ازاي ان انا خرق ما بين عضة انسان و عضة حيوان. اه بتاعت الانسان طباء الابتكال. اما احنا غزلية الشكل اما الانمال تصفين متوزين. ازاي ان انا اشخص واحد ما تسمم بوويزن. زي. هناخد طبعا طول السنة في فاكسفويلشي بس. اه اللي هي الفلو لاين زي مثلا واحد ما تسمم بروسع. ليجي للنقطة التانية. بتاعت اه ايدنتيكيشن اف ايج خلال الابيرنس الاسي فاكسفويل اماكن التعظم. فقارل ان انا عايزة اعرف سنة مثلا ديبي ده بجوم وبطن امه. فنعمل اكس راي امترا يتراين. معناها ان في اماكن تعظم بتظهر امترا يتراين. او عايزين نعرف سنة التفة ده بعد الولادة ايو با اكس ترا يتراين. بتظهر بعد اماكن تعظم في الامترا يتراين. بتحصل في ايه العضو ازام اللي هما ايه. العضو الصغير بتاع ريك. كالكينيس. بتظهر عند خمسة شهور. التيلس. بتظهر عند اماكن تعظم فيها عن سبع شهور. اللي هو الاند بتاع تركيمر بتوصل لتمانية. ويكبر الحجم بتاع الاماكن التعظم بتوصل نص سنة بتسع شهور. بيزهر في التسع شهور برضو في البيضون وفي الابر اند بتاع تركيمر. بيبقى انتراي تراين. لما احب اعرف البيبي ده تقلي ده جوه بطن امه سنوكا بنقل اكسر اين احب اعرف. لماكي زهور اماكن تعظم بتظهر في الخلطينيس. خمسة. تيلة السبعة. اللي هو الاند بتاع تركيمر تمانية. اه في تسعة بتظهر في تلات اماكن. اللي هو الاند بتاع تركيمر بتوصل للحجمة بتاعها نص سنتي. في البيضون ويبقى انتراي تراين. لو عملت اكسراي على الهد بتاع تركيمر وهد بتاع تركيمر. هم نصبا عند ايطا فسنات هدي الطفل عنده سنة بتظهر فيها مكن تعظم. اللي هو الاند بتاعت التابيه الراديس والفيبيع بتظهر عند سنتين. اه الابر اند بتاعت التابيه والريديس و الابر اند بتاع الريديس تظهر عند 3 السهول و الابر اند بتاعت الانة الهند عند 3 السنين. والابر اند بتاعت الان juvenfold عند 12. لن اجيه احور الاكسراي يرى لو عايز عارف synthية الده بده سنة او لا أploس على الهد بتاعت الهد بتاعتي الهومرس. طيب عنده سنتين لو عملت على الور اند بتاعته الريديس. طيب عند ست سنين الور اند بتاعته الريديس. وفي الالمة الور اند بتاعته الالمة دي اكتسر عند 12 سنة. طيب انا كده اماكن بتظهر بسنين معينة معنى كده ان انا اقدر اعرف الاج. تحتاج في حاجة اسمها ايه? اه 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 جريتر تروكانتر. جريتر تروكانتر تلحم مع الشافت عند اقل من 18 بسنين بسبعتاشر. والحتة دي اسمها لسخ تروكانتر تلحم مع الشافت عند 16. وبلما اجي اقول الهد مع الشافت 18. وجريتر تروكانتر مع الشافت 17. واللسخ تروكانتر مع الشافت 16. الحتة دي اللي عمليه عليها الدائرة دي اللي هو الني عندك عبارة عن ايه تلحم عن سن 21. يعني ايه 21. يعني اللي هو الاند بتاعت الفيمر مع الشافت بتاعت الفيمر عند 21. زيها زي الابر اند بتاعت التبية مع الشافت. جبانا لما اخد اللي هو الاند ايه دي ورجلي 18. اعلى حاجة في الهدف زيمر اسمها. اللي هو الاند بتاعت التبية عند كام عند 18. واقل منها لجريتر تروكانتر 17 واقل منها لسه تروكانتر 16. بس 16 17 18 حوالين الني كام 21. ده كده اللوة دي. طب الابر لمب. بالنسبة الابر لمب احنتكلم على الهومرس والرديوس والالما. طيب احنا عاركين الابر لمب احنا قلنا اليد بتلحم عند انه هو العزمات الصغيرة مع مع الشافت بتاعتها الهد مع الشافت زي الجزء اللي واضح كده ده عن 18. طب اعلى حتة في اللوة في الابر لمب اللي هي الهيد بتاعته مع الشافت ترحم عند 20. زيها زي ايه? زيها زي اللوة بارت بتاعت الرديوس والانه مع الشافتات بتاعتهم عند 20. ده فوق وتحت 20. نيجي بقى الالبو. في حاجة اسمها بقرة وخيات. انا لكم يعرفها اللي هي الكورة والبقرة والخيات بيات عبارة عن تظهر اصلا عند 14 سنة. وترحم مع الشافت 15. واللاترال مع الشافتة تلحم 16 زي الابر اند بتاعت القرنة مع الشافت 16. والميدين اند بتاعت الهيوم راس بتلحم عند 17 زيها زي الابر اند بتاعت الرديوس. يبقى انا الارقام اللي عندي في الابر انبع برعا فوقه تحت 20. حوالين الالبو. اه 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 واحد ترك لو كابيتر اند تظهر 14 تلتحم مع الشرط 15. اللاترال زي الان مع 16. وميدين زي الريديوس 17. نيجي لرقم 3 اللي هو الهيببول. الهيببول هتلحم ازاي؟ قال الحتة اللي هي البيوبكريموس مع الاسكريموس بس تلحم عند 6 سنين. في الاسيتانلم ده اسمه وايش شيب سيوتشر. بيلحم عند 15 سنة تلاقض 3 عضمات اللي هو الاليام مع البيوبكريموس مع الاسكريموس بطقيق عند اه 15. بالنسبة الاسكريموسي اللي هي العضمة التخينة اللي تحت دي. اه بتلحم عند 21 سنة ومن فوق اللي هي الاليام الكريموس بتبقى مشوقة وتلحم مع بعضها عند سنة 23 سنة. تمام؟ طيب الاسترنم هتلحم انت؟ الجزء التحتاني اسمه زفايت تلحم مع البودي اللي قدامنا ده كده اربعين عند سنة اربعين والبودي مع المانوكريموس ترناي عند سبتين. ده المنظر ده قبل ما طلع المنظر ده يبقى الاستقلعاب ما دي فوق اللي اربعين واقل من سبتين. دي كلافيكل. ربط قال لي ايه الميديا الاند بتاعت الكلافيكل بتلحم مع البودي بتاعتنا عن سنة 23. يبقى لي ايه الهبو المتوانع طبعا لانها بمعظمها بتبقى كارتليجينس. اه وبيحصل لها اوسفكيشن هو جريتار كونيا مع البودي بتلحمها عند اربعين. ورد قال لي ان الفيميل يونيون بتبقى بدري سنة او سنتين بعد سنة الاربعتاشر. بعد سن الاربعتاشر الفيميل تبلغ بدري سنتين. النقطة الرابعة حاجة اسمها اكستانت اوف مداليا ريكافيتي اوب ده وهنشوف لها صورة دلوقتي. بس ربط قال لي انا لما الهيومرس وهي في كتفي كده الان لما يجي الجراح يفتح بيفتح عند حاجة اسمها السيرجي كالنك. ولكن الاناتوم كالنك بتبقى فوقية. بعد ما يجي يعمل اي عملية رحية بيفتح معانة السيرجي كالنك. فرد قال لي ان امتداء المخيار او التجوير بتاع العظمة بيوصل لغاية السيرجي كالنك عن تلاتين سنة. انا انا بعمل اكس راي او بشوف العظمة دي في وسطة لغاية فين. فمعنى ان انا اشوفها عند السيرجي كالنك. الشخص ده عد سن التلاتين. طب لقيتها عند الاناتوم كالنك والشخص ده عند الثلاثة وثلاثين. وانشوفها في رسمها الجاية. زي ما احنا شايفين الدكات سيكشن مطال هورس. فقال لك ان الموضلة ركابتي وصلت للاناتوم كالنك بالاسهم الموجودة عند الثلاثة وثلاثين سنة. لكن لو عند الخيط او ما تحت الخيط ايه عند الثلاثين سنة. احنا كده كلمنا على اه رقم اربعة اللي هو ايه احنا كنا كلمنا قبل كده على ازاي ما انا اعرف اذا كانت يومن ولا اه ولا انامال. واللي كانت يومن تقص واحد ولا افتر. اه السيكس بتاعه خلال الاربع بون اللي كلمنا عليهم. واي ايدنفكيشن خلال الاربع بوين. اه اللي هما الاسكالب. وايكستينت بتاعه النجروجسكالب. ساعات تلاقي ان هما الناس السود نجروا. وماشيين في الشرع. راسه كبيرة اسمها دروكو تيكلي. والصفتيش بتاع مناخيره كبير. ماشي. اللي هي فتحات مناخيره كبيرة. وعنده ضب اسمه بروغن سيسم. ولما انا اعمل ايكس تلاقي بلاقي الفرنطة سيوتشل اللي انا كنت قلت بيختفي في الطبيعة عند سنة سنتين. مازال موجود. والاتش شيب اللي في الجنب اللي عند البراية تجوني بتبقاء الاربع عظمات بتاعوت الاسكالب بتاعوتنا. هما عندهم وان باين. ببقية الخراثر بتاع النجرائب. احنا لما هنشوف الاسكالب دلوقتي ايكس اه الشاف بتاع الاسكالب هتعرف يعني ايه فرنطة سيوتشل. اه واحد ان اسمه هدولكو كفلي. اثنين عنده بروغن سيسم. عنده فلات نيزل برجل زوائد نيزل اوبني. عنده الاتش الاتشيب بيبقى وان بوينت. نط اتش شيب. and the persistent of profit سيوتشل. تنبس كده. ادي الاسكالب باسمه الاسكالب بتاع ترجمة. مازال البرسيستانت او فرنطة سيوتشل موجود. معنا كده. وده اولد اجو فيها والسوتيشل وكلها قفلة. فمعناها ان الواجب ده نجريد اسكالب. النقطة ستة ازاي ان انا اعرف الهاية من البول. الستيتشل. قامة. عن طريق حاجة اسمعها ايه? the person formula. the person formula عندي ثلاثة. لو انا لقيت فيمر فالفيمر تساوي 25% من ارتفاع الشخص ده. لو لقيت فيمر 18% بس في الطبيعي اللي احنا هنتعرف فعلا لو لقيت الشخص عايز اعرف طوله فالسبان يساوي الهيط. يعني اسمع هارف الايدي الاثنين واو بعد مسافة من افوال صبعيد. يبقى distance between the outstretched upper length. وفادي المسافة ده هو طوله. يبقى the person formula تشمل ثلاثة نقطة. يعني ايه تشمل الهيط اللي هو الستيت. ولو انا لقيت فيمر تبقى 25% من طول النقطة السابعة. انا طبعا اول ما بشوك العظم ككل بعمل كومنت على اذا كان ده congenital حاجات مغروسة ولا دي باصولوجيكال ولا فيها fracture. ولا كان بيشتعل شغلان انا هي الاصدار زي الشونيكا بيبقى في depression في اللي سترنم. طيب اعمل كومنت كمان في العظم على pose of this. ما ممكن يكون في حاجة باصولوجيكال. ممكن تكون في حاجة tumor. ممكن يكون في حاجة traumatic. في شكلة في القرفة بتاعته او اللون بتاعه. اه identification of time was still senseless اعرف منين. لو انا بحفر على الارض ده ولقيت العظم ده. اه فيه soft tissue يبقى اقل من 6 شهور. الشخص ده لسه بتكون الاقل من 6 شهور. طب لو اكتر من 6 شهور هتلاقي طبعا الصوت tissue بقى تحلن وما يبقاش غير العظم بس ممسوك مجنوب من بعده لسه بالليجمل. يبقى ده في خلال 6 شهور اكتر من 6 شهور بقى انه مدفوع. طيب في خلال السنة يبقى هيبقى هيبقى بعد سنة هتلاقي العظم كل واحدة العظم ومش مرتبط بالعظم التاني بالليجمل تفتفت الليجمل. طب بعد 10 سنين وبعد 20 سنة وبعد 30 سنة هلاقي العظم بس احنا بنعرف منين ان يقولك ايه احنا اكتشفنا مقبرة ترجع عمرها الالاف السينية او ترجع عمرها طارقها مثلا منتقان السينين من 10 سين هم ايرخوا من ايه او ترجع عمرها للتاريخ الحرب العالمية لا بنعرف. احنا مقونات العظم ده ارجانيك سابسنس كل حاجة كل تركيز تركيز ترجيزات معينة. فاحنا لما بنطلع ايزو باركير بنعمل اشاية على العظم ده بيرد علينا بالارجانب كونتنت بتاعتها وبالتالي نقدر نحدث بسن العظم. وبكده يبقى اتعرفنا على الجزء الاولاني زي اللي هو بيشمع التسع نقاط رغبنا عليهم وبالتالي خدنا فكرة على ازاي انما اتعرف على العظم ده انسان ولا حيوان. الاتنين يفص واحد ولا افتر. ثلاثة ايه السكس بتاعه ايه السن بتاعه ايه الريس بتاعته ايه كان الشخص ده ايه ما كان عايش بستيتشار بتاعه. اه 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 عرفنا اي دفارمتي اوبا صلوشكا. اه اكوز اف ديس وفاين باستنس ديس ويبقى احنا كده خدنا جزء الاولاني. ان شاء الله المحاضرة الجاية ناخد الاي دفارمتي او بيشمل ازاي ان انا اتعرف على واحد لبنك وواحد ديس. شكرا